اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج ابو الخير ريفيوز والحلقة النهاردة مختلفة شوية لانه مش هيبقى ريفيو بس كمان هيبقى مرخص لكتاب سبيد رينينج هوتو دابل اور تريبل يوري رينينج سبيد ان جاست وان اور الكتاب ده حوالي خمسة وستون صفحة يعني مش ياخد منك كتير خالص ساعة مسلا او ساعة ونصص مش اكتر من كده ولكن قبل نبدأ لبيو والمرخص بتاعنا بس نشوف انا وصلت الكتاب ده ازاي سنة اللي فاتت كنت بكتب الحلقة بتاعة ادور ستودل انتمت رائب ولو ما تعرفها او ما تفرجش عليها طالها لا ممكن تشوفها بعد ما تخلص الحلقة مهم يعني كنت بقرأ كتاب اسمو البربن انتركرد والكتاب ده كان حوالي 850 صفحة عشان اقدر اخلص الحلقة ونزل الحلقة في اسرى وقت ممكن وكانت واجهني مشكلة وهي اني بقرأ بشكل بطيء جدا حسن حظي بعد فتاة طويلة كنت بتفرج على المحاضرة على يوتيوب وجه الواحد ربنا ينبسيه الخير ورب نشوفه قريب كان بيتكلم عن القراءة عامة بيتكلم عن الموضوع السرعة فرشح كتابين تلاتة كده عن سبيد ريدنج وانا حظي جه في الكتاب ده والحمد الله كان كتاب الى حد ماجويس مبدأيا كده انا مش هجود ده هو كل حاجات اللي بقولها هي التطور ملخص من الكتاب فانا بلخص لكم 60 صفحة دول في الشوية دول فاتفرجوا على الفيديو للاخر واتمنى انكم تستفادوا ولعجابكم ملخص تقروا كتاب نفسه طيب نبدأ كده يا جماعة ليه الواحد ممكن يحتاج القراءة السريعة في الحقيقة ممكن لازالة بتكون كتير انا من لازالة ممكن تكون عندي كتب كتير جدا وعايز اقراهم بشكل سريع وفي نفس الوقت فعالية عليك او ممكن واحد تاني بيكون بيستخدم الموضوع القراءة السريعة في المذاكرة وهي سبب تاني شايفه هي انك ممكن تكون لسه تتعلم القراءة بشكل جديد فبتكون في بعض الحاجات بتعملها بتسبب ان انت بتقرأ الكتاب بشكل ابطأ فبالتالي ما بتشوفش ان انت بتقرأ ورق كتير فممكن الموضوع ده يخليك تحبط وتبطل إليه اصلا فموضوع القراءة السريع مش بس ان انت تمسك الكتاب وتفر وترابنا اقول له اخلا او كده لا فممكن بس انت تسرع سرعة الراية بتاعتك لغاية انت تكون الافرج بشكل ان تخلص كتب بشكل فيه سرعة افرج او مش حاجة ولا بطيء اوي ولا سريع اوي او بالمناسبة كتب التعليكتات ده اسمه جوستن هامند فعم جوستن كان شايف ان فيه اوقات ينفع فيها القراءة السريعة وفيه اوقات ما ينفعش الكلام ده هنتكلم عليه في اخ الملخص فانا مش عايزك تستعجي خب بس علي انا بقرأ افكارك انا عالف انت عايز تقفل فيديو تقول لي يا عم انا ما بحبش القراءة السريعة مش عايز اقرف سرعة علي لان انا بقرأ للمتعة ولكن الموضوع ده ملوش علاقة بالمتعة خالص قراءة السريعة ملاقاش علاقة بالمتعة تماما وهنزبط الموضوع ده قدام فاتقل علاية شوية دين كده لكل حاجة مفهوم ولكن لو حبينا ان احنا نحط مفهوم للقراءة السريعة فالكاتب موضحش كده تماما ولكن ممكن نقول ان القراءة السريعة هو انك تبطل بعض من العادات اللي بتخليك تقرأ بشكل ابطأ وتتمرد على طرق جديدة بتخلي قراءتك تكون اسرع واهم حاجة بكفاءة عالية فالكاتب فاقول الكتاب قالك يا عم على ضمانتي كده لو انت ركست العادات اللي انت هتبطلها وعملت التكنيكس اللي انا بقولك عليها هتمنلك انك هتطاعف سرعة القراءة بتاعتك والراجل مأسرش كان حاطتي في كتاب كتير جدا تخليك تتمرن على القراءة السريعة والكمبريهنشن وزي اي حاجة في الدنيا السرعة بتتقاس بمعادلة معادلة سرعة القراءة هي الكلمات اللي انت بتقرأها في الدقيقة وبنسبة كبيرة متوسط القارق البالغ بيقرأ حوالي 250-300 كلمة في الدقيقة ممكن تعلي اكتر من كده بالتمرين لو نفترض انك وتعرفش انت بتقرأها قد ايه هتديك صايت في الدسكريبشن يحسبلك انت بتقرأها قد ايه في الدقيقة خلي بالك الموضوع في تحدي انت ممكن تحاول ترفع السرعة وتدخنى مع صحابك مين البيئر اسرع وكده اسمع لي ناني الراجل ده كان صائع اول الكتاب قالك شوية بيس كونسيبشنز او حاجات الناس بتفتكرها عن الاراية السريعة غلط فالراجل ده كقارق محنك قالك شوية حاجات مهمة اوي قالك اول ميس كونسيبشن القراءة السريعة لا تتعرض ابدا مع المتعة ان في بعض من الدراسات اثبتت ان السرعة تحت القرية المخ بيتعود عليها فالموضوع بيقصرش على الحاجات اللي بتتفرز او الحاجات اللي بتتعامل وانت بتقرأ شين الموضوع ده من دقيقة خالص ومتقلقش السرعة مش هتأثر على المتعة خالص وانا بيجي في بالي حاجة ايه ما احساب بنزل بحتة بتجيب كتب وبنركينها هعرفه ومنقرهاش لان الوقت بنقول انه هو دايق جدا فتخلين انه معاك الفرصة ان انت تسرع للسرعة بتاعت قرية بتاع ذاك وانت سابها فدي حاجة مش لوجيك شوية والكاتب حتى مسل حلي قوي في الحتة دي قالك يا عم انت ماسك بتقرأ كتاب بتقرأ وعمال تشوف اللي بيحصل وبين انت عايز تعرف البطل هيموت امتى وانت مش تعرف الكلام ده الا لما تقرأ بسرعة عشان توصل لموضوع ده ففي نفس الوقت المتعة ما قلتش ولا حاجة حصل بالعكس انت الدنيا ماشي معاك عادي تاني اعتقاط خاطئ او مسكنسابش عن القرية السريعة هو انك مش بتفهم اللي بتقرأه لانك بتقرأ بسرعة ولكن زي احنا قلنا في دراسات اذابات عكس كده ان المخ بيتعود يعني بالعكس ده القرية السريعة بتخلي الكمبريهنشن او الفهم للكلام انت بتقرأه بيخليه احسن فدي حاجة كويسة جدا القرية السريعة بعد كي الراجل خلص حيطة دي من كتاب وقال لك انت هتسبد ايه من القرية سريعة واهم حاجة انا شايفها هي انك بتوفر وقت ودي مش هتكيني يرجي فيها كتير هتطير اكتر في وقت الاقل هتوفر طاقة والدنيا زي الفل بعد كي الراجل بدأ ما قال لك انت الحاجات تستفيد منها وقال لك المسكنسابشنز وقال لك انت ايه اصلا الاسبيد ريدنج دخل في الشابتر الاهم شابتر بالنسبالي وهي العادات السيئة اللي بتخليك تقرأ بشكل ابطأ وقسم العادات السيئة في شابتر وازاي تحل العادات دي في شابتر تاني ولكن احنا هناخد اللي تنين مع بعض مرة واحدة اول حاجة الكلام عليك الكتب وهي حاجة اسمها الساب بوكلة زي شويب ايه هو الموضوع ده انت دلوقتي لو طلع قدامك كلمة الكتاب ايه اللي بيحصل وانت بتقرأها بيبدأ الموخ يفصص كل حرف فيها هيبقى كاف ته الف به وبعد كده بعد ما يشوف الكلمة بيتخيل ان في صورة كتاب بعد كده خلاص انت بتدرك ان انت قريت كلمة كتاب الموضوع ده بياخد وقت شويب الموضوع ده من اكتر الاسباب اللي بيخليك تقرأ بشكل بطيء لتخيل كده ان انت كل كلمة في الكتاب بتبدأ ان انت تقراها وبعد كده بتتخيلها وبعد كده بتدخل في البروسيس دي ولكن احنا الكبالغين انت مش فتاك تعمل الموضوع ده انت من نسبالك لو قريت الكملة كاكل لها على بعضها خلاص انت هتفهم الجملة ان ان عقلك يقدر يعمل الموضوع ده فانت لازم تبقى مدي ثقة لعقلك تاني عادة سيئة الكتب بتكلم عنها وشايف ان هي بتأثر في سرعة القرية وهي الحالة الجسدية والزهنية بتاعتك لنفترض ان الراجع من الشغل وحالتك الجسدية والزهنية مش كويزة فهتلاقي نفسك بتقرأ الموضوع بطيء جدا وهتأثر على سرعة القرية بتاعتك وهتلاقي نفسك بتخلص الحاجة بوقت بطيء جدا فالكتب اقترح كذا حاجة عشان تحل الموضوع ده منهم انك تقرأ في الوقت اللي انت حاسس ان انت فيه قادر تقرأ ما تخصبش على نفسك لان ده هيقصر على سرعة القرية وهيقصر على الاكسبيلينس عمتنا هنا حاجة انك تزافي زينك وتركز فقط على انك بتقرأ عشان تفصل وفي نفس الوقت تستفيد من اللي انت بتقرأه ثالث حاجة نتكلم عليها وهي البيئة اللي انت تقرأ فيها لانتخيل مثلا انك بتقرأ على السرير او بتقرأ في مكان زحمة جدا او بتقرأ في مكان الصوت في عالي كل الحاجات دي ممكن تقرأ على السرعة بتاعتك في القرية فلازم وانت بتقرأ في مكان ما تبقاش منستريح قوي وانت قاعد عشان انت لو انت بتقرأ وانت نايم هتلاقي نفسك مرة واعتنمت وتصحى هتلاقي نفسك نفس الصفحة او مثلا انك بتقرأش في حتة زحمة قوي عشان ما تبقاش الصوت عالي لدرجة انت مش عارف تركز فتفكر انك تلاقي حتة واصل يعني مثلا تقعد على كرسي كده مريح سينا نقعد عليه كده تقدي انت تخلي نفسك مكان او تخوص للقرية تبقى معاك كوبات الشعي وتقعد في المكان اللي معاين انت تقرأ فيه بحيث ان انت تنغمس في الاكسفيريينس بتاعت القرية وما يبقاش الموضوع صخيف رابع حاجة وحاجة انا تأكدت فعلا ان هي موجودة والركات اللي كانت ذكرها هي الناس وهي بتقرأ بتحرك شفايفها وانت بتقرأ انت شهيتك تحرك اي حاجة انت كل اللي انت بتعمله في الدنيا ان انت بتحرك عن ايه المخ قادر ان هو يكمبريهند ويفهم الكلام مجرد انت الحركة بتاعت العين فقط انت بتعمل زي معالجات زيادة اللي دماغك يعملها في نفس الوقت اللي انت بتقرأ فيه فبالتالي بتقلل سرعة القرية فحاجة ملهاش لازمة خامس حاجة الكاتب بتكلم عنها وهي حركة العين احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نقرأ هنقرأ بعينينا بس ولكن بعنا الناس وهي بتقرأ وبتحرك عينيها بشكل غلط ففيه ناس بتحصل معايا وهي بتقرأ بتبقى مثلا متنزل عينيها بتبقى في اول البراجرف وبعد كده تنزل على الثالثة والربعة من غير ما تقصد فالكلام ده بيعطالك وانت بتقرأ فالحل التعلموضه ده هو انك تدرب عينك على القرية بالعين والكلام ده موجود في بعض من السايتس هسيبلكو برضو في الدسكريبشن او حاجة كمان ذكرها الكاتب هو هي انك تستخدم ألم او جايد وانت بتقرأ فمثلا لو انت معاك ألم انت ماشي معا على سطر 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 بحيث ان انت عينيك ما تروحش يمين وشمال بغاية ما تتعود ان انت تقرأ من غير ألم وغير اي حاجة معينك تتحرك صح وانت بتقرأ بكده تكون خمس مشاكل والتكنيكس اللي انت تحلها ولكن انا اقيل بالتفصيل قليل شوية انت ممكن تقرأ الكتاب من نفسك عشان تعرف الحاجات دي وكمان في زيادة في الكتاب انه هو حطط لك كتير قوي بحيث انت تتمرن عليها كل ما تتمرن اكتر كل من الافراج بتاعك في الورس بر منت او الكلمات في دقيقة هيزيد اكتر فانت مثلا لو انت بتقرأ من 250 ل300 ممكن توصل ان انت تقرأ 350 ل400 واكتر واكتر وبطبيعة الحال سرعتك هتزيد مع التمرين موضوعا محتاج ان انت تمسك كل عادة غلط تبطلها وتبس تبدلها بعادات احسن في القرية فبالتالي السرعة هتزيد بالتمرين طبعا كل حاجة اخر حاجة الكاتب بتكلم عنها هي امتى تقرأ بشكل سريع وامتى تقرأ بشكل بطيء حاجة بشكل سريع فانت هتعرف بالسنس انت تقرأ بسرعة وانت تقرأ بشكل بطيء لكن لو انت بتقرأ بشكل سريع وما فهمتش سألت انت لازم تبطل ولكن انكاتب اكد على الحتة دي في حاجة يعني لو انت بتذاكر حاجة الاول مرة في حياتك او مثلا بتقرأ حاجة الاول مرة في حياتك والموضوع والطوبيك صعب جدا القرية السريع مش هتبقى سهلة معاك انت لازم تدي عقلك على قد ما قدرت ورحاتك بيه لغاية ما يتعود على السرعات الكبيرة في الموضوع الجديدة ومثال الموضوع لو مثلا بتقرأ في الكوانتوم ميكانيكس حاجة مثلا تيلة جدا فانت ما تقرأش فيها بشكل سريع انت بحتاج تمسك كل حتة بوحدة وحدة لغاية ما تفهم انت بس بيقول ايه والمعادلة دي جاي من اين كل الكلام ده عشان تفهم بس ايه اللي بيحصل فانت بتجليش بالطوبيك انت ما تقرأش عنه حاجة وبعد كده تقولي ايه بقرأ سريع وايه ابو الخير انا مفهمتش حاجة وايه يعني انت الكتاب بتاعك ده فاكسان لا انا مقصدش كده خالص انت لازم برضو تبقى زاكي انت بتختار يعني ده كانت براجعة سريعة وملخص سريع للكتاب يعني دي اول مرة برضو وانتو فاهمين الكتاب يعطار صغير وان شاء الله ممكن في المستقبل نعمل حاجات اكبر بس زي ما بنعمل في الانستجرام ريلز بنعمل تقييم الكتاب ونقول الليفل بتاعك وتقرأه امتى مسلا او كده هدي تقييم الكتاب ده اربعة من خمسة ليستهل اربعة من خمسة لانه قصير معاتش يلغي كتير ادى الخبرة بتاعته وادى امثلة ريليتابل جدا للناس اللي بتقرأ فانا حسيت ان انا استردت من الكتاب ده وجربتها في الكتب اللي انا قرأتها قريب فالمنطقة كان لطيف جدا وما دايقنيش بيحاول ان انا عالي بتاعي في الالية بشكل اكبر وادى برضو اتمنى انتو تقرؤوه وبس دي كانت حلقه جديدة من او بخير ريفيوز اتمنى ان الحلقة تكون عجباتكو اعمل فورو على انستجرام لان انتو هتلاقوا الريلز بتتحط عليه كل فترة وممكن تعملو اللي فورو على تويتر والفيسبوك فيتج وكل حاجة وبس كده السلام عليكم حتى نطقي